اشتركوا في القناة المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس رحب بالسلطان مفضل سيف الدين ضيفا عزيزا على مصر مشيدا بالعلاقات التاريخية بين مصر وطائفة البهرة ومثمنا الدور المقدر للسلطان والطائفة في ترميم وتجديد مقامات آل البيت وعدد من المساجد المصرية التاريخية فضلا عن الأنشطة الخيرية المتنوعة في مصر بما يتكامل مع جهود الدولة لتحقيق التنمية وحرصها على تطوير القاهرة التاريخية واستعادة وإبراز طابعها الحضاري الأصيل من جانبه أعرب سلطان البهرة عن تقديره البالغ لمصر مثمنا ما تتمتع به تحت قيادة السيد الرئيس من تعزيز للمواطنة على أساس التسامح الديني والتعايش السلمي بما يكفل للجميع مناخا مستقرا للسلام الاجتماعي ومشيدا بإيمان السيد الرئيس بأهمية الحوار بين كافة شعوب العالم بمختلف مذاهبها وأعراقها وأن فتح مصر على كافة الأديان والطوائف استنادا إلى تاريخ شعبها العريق وحضارته الفريدة وفهمه الصحيح للدين وقد قام السيد الرئيس بمنح السلطان مفضل سيف الدين سلطان البهرة وشاح النيل تقديرا لجهوده المتواصلة في مصر على المستويات الثقافية والخيرية والمجتمعية